مشاهدينا ونتناول الأوضاع في ألمانيا من خلال مراسلنا في برلين عربي مرزوق عربي مساء الخير وكنت أسألك حول رأي المستشار الألماني بأن الأزمة الروسية الأوكرانية ستشكل تحديا كبيرا أمام العالم لتحقيق الأهداف المناخية ما هي خطة ألمانيا للتعامل مع الوضع الراهن؟ الحال خطة الألمانية هي ما زالت نفس الخطة التي علاعت عنها حكومة إشارة المرور الموجودة الآن والتي استلمت السلطة هنا في ألمانيا العام الماضي ألمانيا لديها خطة للحياد المناخي كما أشارت دينا بحلول عام 2045 ستصل ألمانيا إلى 0% من الانبعاثات الكربونية ولكن وجهة النظر الألمانية في هذا الموضوع تحديدا حسب المستشار الألماني أولاف شولز هو التعاون لأول مرة المستشار الألماني أولاف شولز يتكلم عن الدول الناشئة والدول الصغيرة وقال النهاردة تحديدا على الدول الكبرى في العالم أن تعلم حسب الدراسات أن الدول الناشئة والصغيرة وما ندعوها بالدول النامية تحديدا في الدول الأفريقية والدول الأسيوية وبعض الدول الموجودة في أسيا وأيضا أمريكا اللاتينية سوف تكون هي الدول الصناعية الكبرى في المستقبل لذلك علينا التعاون مع هذه الدول تحديدا لمستقبل أفضل للجميع والمستشار الألماني الأول مرة يقول أيضا أنه لم يعد يؤمن بنظرية صناعية القطبين هو يقصد هنا الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا أو الولايات المتحدة الأمريكية والصين على دول العالم بشكل عام أن تتحد حتى تخرج من الأزمة الحالية سواء ارتفاع الأسعار أو أزمة الغزاء وما إلى ذلك وأيضا أشار لي نقطة غاية في الأهمية أيضا وهي نقطة الطاقة تحديدا في الاتحاد الأوروبي قال أن ألمانيا ستدعم كل دول الاتحاد الأوروبي في المضي قدم حتى التخلص النصادر الطاقة التي تأتي من روسيا تحديدا وأكد على أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي سيتوقفون عن شراء الفحم بحلول الخريف المقبل من روسيا والنفط أيضا بحلول نهاية العام الجاري وقال أن ألمانيا لدي خطة سريعة جدا في وقف شراء الغاز من الجنب الروسي عن طريق الأربعة محطات العائمة في شمال ألمانيا لتسهيل الغاز الذي سيأتي طبعا من بعض الدول العربية والدولة المتحدة الأمريكية وما يلازل أيضا دينا أعلن لأول مرة عن ما يعرف به تحالف من أجل التحول وما التالية عربي أريد أنا مهتمة أن أعرف منك ما الفارق في التكلفة ما بين الخيار الذي ستعتمد عليه ألمانيا في توفير احتياجاتها من الطاقة مقارنة بالأسعار أو بالتكلفة حينما كانت تعتمد على الغاز الروسي الحقيقة التكلفة سترتفع سواء تكلمنا عن الغاز الروسي أو البترول أو البترول تحديدا على سبيل المثال كانوا يتحدثون بالأمس عن محطة شفيت في مدينة شفيت مصفات شفيت تعمل بالنفط الذي يأتي من الجانب الروسي وكل المعدات الموجودة هناك تقوم بمعالجة النفط الروسي لأن النفط الروسي كما هو معروف هو أكثر كسافة من النفط الذي يأتي من دول الشرق الأوسط على سبيل المثال هذه المحطة تعالج النفط الروسي فقط الذي يمد العاصمة الألمانية برلين وشرق ألمانيا أيضا ويمد أيضا مطار برلين برندنبورج المطار الجديد هنا في ألمانيا كل الكيروسين الذي يأتي للطائرات يأتي من محطة شفيت التي تعمل التي تقوم بتصفية ومعالجة النفط الروسي تحديدا إذا انقطع النفط الروسي عن ألمانيا هذه المحطة ستتوقف بشكل كامل ولكن مصر الألماني ولف شلز أشار أيضا الأسعار سترتفع النفط الذي سيأتي من الشرق الأوسط أو من أي دول أخرى أو حتى الغاز المسال الذي سيأتي سيرفع الأسعار بنسبة كبيرة وزير الاقتصاد كما أشارنا دينا من قبل وجه نداء المواطين الألمان بشكل كامل الحكومة الألمانية لن يمكنها في المستقبل دعم المواطين هنا في ألمانيا بشكل كامل لا يوجد دعم على سبيل المثال ما فعلته الحكومة الألمانية بداية من شهر يونيو القادم بعد أيام قليلة طرحت الحكومة الألمانية تذكرة سمانوها تسعة يورهات فقط حتى يستطيع المواطين الألمان التنقل في مختلف المدن الألمانية هذه التزاكرة كانت مرتفعة بشكل كبير جدا ولكن تسعة يورهات ولكن هي الأسعار سترتفع حسب الحكومة الألمانية بشكل كبير نتيجة تكلفة الغاز التي سأتي من مختلف دول العالم لأن الغاز كان يأتي بشكل مباشر عن طريق نوردستريم واحد من روسيا إلى ألمانيا لم يكن هناك وسيطا ولكن الآن عملية تسعيل الغاز تتكلف أموال طائلة دينة لذلك ستتفعل أسعار شكرا جزيلا الزميل العربي مرزوق مرسل أكستر نيوز في برلين